إن شاء الله حبيبتي سوف أشارك معكم وصفات رائعة جداً مبيضة بامتياز تفتح البشرة والمكون الممتاز الذي سوف نستخدمه لدينا هنا لدينا الخميرة خميرة الخبز الخميرة هي من المواد الغدائية المفيدة للجسم سواء على المستوى الصحي وكذلك الجمالي لذلك سوف نعتمد عليها للحصول على بشرة صحية ونقية لأنها بالفعل الخميرة حبيبتي سواء كانت على شكل عجين أو الفورية تساعد بشكل كبير على توحيد وتفتيح لون البشرة لأنها تحتوي على مضادات أكسادة كذلك تزيل الجلد الميت والبقع البنية الداكنة كما أنها تغذي البشرة لذلك حبيبتي سوف نستخدمها اليوم في تفتيح بشرتنا والتخلص من حب الشباب وأيضا غلق المسامات الواسعة بالخصوص التي تكون مزعجة لذلك تابعوا معي هذا الفيديو إذا على بركة الله سنحتاج هنا لإناء مناسب سنضيف في تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة سوف نحتاج كذلك إلى مكون آخر وهو الزبادي أو اليوغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة سنحتاج منه تقريبا مقدار ملعقة من الزبادي أو اليوغورت الطبيعي يمكن أن تستخدموا حتى الحليب السائل استخدموا ملعقة صغيرة سواء من الحليب السائل أو من اليوغورت الطبيعي سنحتاج كذلك هنا لمقدار ملعقة صغيرة من العسل العسل الطبيعي عسل النحل مبيض أيضا ممتاز مفتح للبشرة إذن كما رأيتم هنا بعد أن قمنا بوضع كل المكونات مع بعضها البعض سوف نقوم بالخلط جيدا حتى نقوم بدمج المكونات وبطبيعة الحال تدويب الخميرة لأنني استعملت هنا الخميرة على شكل حبيبات كما ترون ضروري أن نستمر جيدا في الخلط حتى نتحصل على القوام الذي نريده كما قلت بالنسبة لهذه الوصفة ستعطيكم نتائج رائعة في تبيض البشرة توحيد اللون تفتيح البقع كذلك إزالة الإسمرار كما أنها سوف تعطيكم ترطيب للبشرة بالخصوص أننا في فصل الشتاء تتعرض البشرة بكثرة للجفاف مما يؤدي إلى ظهور تشققات لذلك هذه الوصفة سوف تعالج لنا حتى جفاف البشرة وتلك التشققات إذن سنستمر جيدا في الخلط إلى غاية ما نتحصل على خليط يكون متجانس إذن كما تلاحظون قوام الوصفة بعد ذلك سوف نأخذ هذه الوصفة ونبدأ بتوزيعها وتطبيقها على كامل البشرة نتفادى فقط منطقة تحت العينين ونبدأ بتوزيع هذه الوصفة سوف تعطيكم تبييد رائع لبشرتكم نقوم بعملها حتى على الرقبة اليدين القدمين نوزعها على البشرة ونترك بطبيعة الحال هذا الخليط حتى يجف حتى تشعرون بشد في الوجه تجنبوا فقط يعني عمل حركات بالوجه منعا من ظهور التجاعيد وبعد ذلك إلى غاية ما تجف بطبيعة الحال ستقومون بشطف بشرتكم بماء يكون فاتر ثم في الأخير بالماء البارد وجففوا البشرة جيدا بالنسبة لهذا الماسك من الأحسن تكراره تقريبا يعني مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع ستلاحظون نظارة في بشرتكم تفتيح في اللون بعد الأسبوع الأول من الاستعمال ستعطيكم نتائج رائعة جدا كما قلت هنا يمكنكم استبدال الحليب السائل أو يعني الزبادي بالحليب السائل بالخصوص للبشر التي تعاني من الجفاف يمكنكم استخدام الزبادي بدل الحليب السائل دائما لكم هنا الاختيار في المكونات الآن سوف نمر للتعرف على الوصفة التانية بالنسبة للوصفة الموالية سنحتاج فيها كذلك لمقدار ملعقة كبيرة من الخميرة خميرة الخبز وأيضا سنحتاج لتقريبا ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامد هنا لمن بشرتها تتحسس من عصير الليمون الحامد يمكنكم الاستغناء عنه سأضيف أيضا مقدار من الحليب السائل الكامل الدسم كمية من الحليب السائل ونقوم جيدا بالخلط حتى نقوم بتدبيب الخميرة وصفة ممتازة ستعمل حتى على تقشير البشرة ترطيبها أيضا تفتيح البقع الغامقة التصبغات التي تكون صعبة لذلك كما رأيتم قمت أنا هنا بإضافة عصير الليمون الحامد لمن لديها يعني كلف نمش أيضا تصبغات غامقة يمكن استخدام عصير الليمون الحامد أما لمن بشرتها يعني تتحسس من عصير الليمون الحامد يعني يمكن هنا الاستغناء عنه والاكتفاء فقط بالحليب السائل الكامل الدسم لأنه مرطب ممتاز للبشرة سأضيف هنا ملعقة أخرى من الحليب السائل هكذا والمكون الأخير الذي سوف يعطينا كذلك تفتيح لدرجات ممتاز هذا المكون غني عن التعريف وهو الدقيق الأبيض دقيق المخبوزات والحلويات سوف يعطيكم تفتيح لدرجات يفتح البشرة أيضا يغدي البشرة يرطبها هذه الوصفة حبيباتي يمكن تطبيقها لبشرة الوجه كذلك بشرة الرقبة اليدين ستعطيكم تبييض أيضا ترطيب تخلصكم من التجاعد والخطوط وجفاف البشرة والأهم منها أنها كلها بمكونات طبيعية ومكونات متوفرة في كل مطبخ بالخميرة حبيباتي سوف نعمل على تبييض البشرة وتغديتها والتخلص حتى من التجاعد لأن الخميرة يعني مغنية جدا بالبروتين وكذلك فيتامينات مفيدة جدا لصحة البشرة كما تلاحظون أنا هنا قمت بالخلط جيدا حتى حصلنا على قوام كريمي لاحظوا تكون الوصفة على شكل كريمة بعد ذلك دائما على بشرة نظيفة حبيباتي من الأحسن غسل البشرة جيدا بماء فاتر نأخذ هذه الوصفة ونبدأ بطبيعة الحل بتدليك البشرة بأطراف الأصابع بهذه الوصفة بحركات دائرية نقوم بتدليك البشرة جيدا حتى تتغلغ المكونات في طبقة الجلد نستمر بهذه الطريقة ستعطيكم طبيعي ضرائع بالنسبة لهذه الوصفة يمكنكم أن تداوموا عليها بشكل يومي يوميا نقوموا بعملها في ظرف أسبوع واحد نعم في ظرف أسبوع واحد جربوها وسوف ترون النتائج بأنفسكم ستعطيكم في الأسبوع الأول نتائج رائعة في طبيض البشرة أيضا شد البشرة وحتى التخلص من تلك البقعة التي تكون صعبة مثل الكلف النمش إلى غير ذلك ضعوها كذلك حتى لمن لديها اسويدات بالرقبة اسمرار اليدين اسمرار القدمين كذلك المكونات بسيطة بسيطة جدا لكنها في الحقيقة فعال هذه المكونات سنتركها كذلك مدة نصف ساعة إلى غاية ما تجف بعد ذلك نقوم بشطف البشرة بماء يكون فاترتم بالماء البارد ستلاحظون كأول ملاحظة أن البشرة أصبحت رتبة لمن لديها شح ببشرة الوجه سوف تعطيكم إشراق توهج لبشرتكم فقط يجب فقط أن تستمروا على هذه الوصفات اختاروا من بين الوصفات أي وصفة وذاوموا عليها ستعطيكم نتائج رائعة جدا جدا كما أنها آمنة جدا إذا الحبيباتي كان هذا هو فيديو اليوم نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر من طلبكم لا تنسوا الضغط على زر لايك هذا للتشجيع على إعطائكم المزيد إن شاء الله من الوصفات والخلطات المجربة والفعالة نلتقي في فيديو جديد وإلى اللقاء